أهلا بكم أحداث متسريعة بتأكيد في كل المناطق المحيطة بنا واليوم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوداع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في خطاع غزة وبالتأكيد خرج هذا الاجتماع بقرارات هامة من أجل الفترة القادمة هنستعرضها كلها بالتفاصيل مع حضرتكم وهيشاركها معينا الأستاذ ذكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملف العسكري ورحب بحضرتك معنا يا فندم السهل الخير على حضرتك وعلى السادة المتابعين أهلا وسهلا في البداية عايزك توضح لينا أكتر يا فندم وللمتابعين تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم يعني خلينا نؤكد فيها البداية يعني إشارة ضمنية لابد أن يتبعها معنا السادة المشاهدين أن مجلس الأمن القومي ده أنشئ في سنة 2014 في عهد الرئيس عدل منصور وكان بعض من مهامه الرئيسية أو جوهر القصة في مهامه الرئيسية هي متابعة الأمور الخاصة زي الأوضاع يعني اللي حصلت دلوقتي في غزة هو بيتابع حالة البلد وبيضعها استراتيجية وبيكون من عدد من المسؤولين في الدولة المصرية زي وزير خارجية ورئيس من قبرات العامة وزير داخلية وعدد من المسؤولين وهاء التنفيذين في الدولة المصرية عشان يضعوا الاستراتيجية النهاردة كان الاجتماع في هذا السياق وجوهر الاجتماع كان بيتحدث حوالين يعني فكرة وصلة مصر اللي دعمها للقضية الفلسطينية ودعم قطاع غزة كان بعض القرارات الرئيسية اللي تحدث فيها سادة رئيس عفتاح السيجي خلال الاجتماع وأظن أن كانت النقطة يعني اللي ممكن نقول عليها النقطة التوب اللي هي ممكن الناس يعني يقضوا بالهم منها ويتابعوا تفاصيلها أن مصر تدعو الأطراف الإقليمية والدولية الاجتماع أو قمة في القاهرة لمتابعة ما حدث في غزة ومحاول تجاهد حلول للأزمة اللي دائرة دروقتي في غزة من الاحتلال الإسرائيلي ضد شعب فلسطين وهي اللي تعد عدد الشهداء أكثر من 2300 تقريبا حتى الآن أيضا كان فيه دعوة للأمم المتحدة والمعظمات الأممية أنه لابد أن المساعدات تدخل قطاع غزة قطاع غزة متضرر زي ما نحن نتبع عند حضراتك وبنتبع في المواقع والقنوات التلفزيونية الوضع بالفعل مأساوي يحتاج تدخل أممي الدولة المصرية حددت مطار العريش الدولي كنقطة استقبال لأزيع المساعدات الفعل من عدد من الدول والمساعدات موجودة دلوقتي في مطار العريش الدولي على بعد أمطار قليلة من الدخول لقطاع غزة نحن هنا محتاجين تدخل أممي ومنظمات الإغاسية عشان تدخل المساعدات دي النظام الصحي في غزة متضرر للغاية وكل لسان المسؤولين اللي موجودين هناك بيقولوا أنه خلاص أصبح القطاع الصحي غير قابل للتعامل مع الوضع المأساوي اللي بيأتي من الاحتلال الإسرائيلي فبالتالي كان مجلس الأمن القومي في قراراته بيضع المنظمات الغازية ومنظمات المتحدة أنها تسمح بدخول هذه المساعدات وتكون هي مساعدات كتيرة ومحتاجين أن نوصلها لأهلنا في غزة أيضا العالم لابد من ينظر للوضع في غزة نظرة شاملة وبالتالي لابد أن نبتعد عن فكرة النظرة الأحدية والتعامل مع القضايا ولا ننظر إليها بنظرة الاحتلال الإسرائيلي وهذا الأمر طبعا تتفق مع الإدارة الأمريكية إحنا المنظومة والخارطة للطريق اللي وضحها مجلس الأمن القومي المصري أظن لو إحنا تكاتفنا في تنفذها ولو العالم استوعبها بدري بدري هنقلل عدد الضحايا وهتدخل المساعدات ويبقى فيه وضع نقدر نعمل معها خطوة لأهلنا في غزة وكمان المدنيين في إسرائيل عشان تبقى الصورة أقل قدامة ويكون فيها حل سريع وناجز لأن العملية فيها ضرق كبير على الطرفين وإحنا عايزين نصل لنتيجة منطقية وواقعية وأظن أن العناصر اللي ذكرت في مجلس الأمن القومي المصري النهاردة برأس السيد الرئيس هي خارطة طريق لها التحرك نحو المشهد في غزة وحل الأزمة بشكل كبير طيب قولي يا فندم ماذا عن أبرز القرارات اللي أصفر عنه هذا الاجتماع يعني المهم جدا وزي منقول التوبك الأول والموضوع الأهم بالأسياء أن نضع أطراف الإقليمية والدولية لعفض القمة لمنقشة الأوضاع في غزة وهذا أمر مهم للغاية دعوة المنظمات الأممية ومنظمات الغاسة للمساعدة على دخول المساعدات الإنسانية اللي موجودة بالفعل في مطار العريش الدولي عشان تدخل قطاع غزة مهم جدا أن كل الأطراف تراعي ما يتم على الأرض وعملية الأزمة الكبيرة اللي موجودة في دخول قطاع غزة وسقوط عدد كبير من الشهداء واللي مرشح أنه كمان يزيد أو يتضاعف وأنا أظن أن هذا الرقم يومين ثلاثة هو نصل لرقم صعب يعني نحن نصل لرقم 3000 شهيد خلال يومين ثلاثة نظرا للعمليات اللي بتتم في هذا الإطار أيضا الطرف الإسرائيلي اللي يابد أن ينصع ويستمع لأقوال العقل والمناشدات من كافة الدول العربية ودول الإقليمية والمنظمات الدولية لابد أن يتراجع خطوة للوراء ويعلن توقف هذه العمليات التي تأتي في ضرر على الجانبين وأنا أحب أن أؤكد هذا الضرر على الجانبين وكمان هناك ملف مهم جدا وملف الأسرة موجود لدى أطراف المقاومة لابد أن يراعى في تحركات الجانب الإسرائيلي لأن دي أزمة كبيرة جدا ولابد أن يراعيها أيضا في هذا الصياق وعملية المنظومة المتكاملة أو خطوة الطريق اللي بيضح مكر السلام من القوة المصري ترتبط بسياق آخر وهو سيادة رئيس عفتاح السيسي حينما تحدث في حفظة خريق الأكاديمية العسكري قال أن ما فيه السلام بدون إجراءات أو بيبقى خاوي المعالف لابد أن يكون هناك إجراءات حقيقية إحنا هنا بنتحرك على إمقاذ شعب وفي نفس الوقت بنطالب بشكل سليم وبشكل عادل أن نحن نحافظ على حقوق المدنيين من الجانبين إحنا هنا بنطبق المفهوم الإنسانية بمعناها الشامل لننظر للقضية نظرة أوحادية إحنا هنا بنتكلم عن قضية جوهرية تشغل العالم العالم كل دلوقتي بيتابع القضية الفلسطينية فلابد أن يضع لها حلولا ولابد أن يضع لها مصارا وإجراءات حقية يمكن السير فيها بالتأكيد قولي يا فندم طيب هل هناك جديد بالنسبة لدخول المساعدات لقطاع غزة؟ يعني أنا عايز أقول إشارة رمزية مهمة جدا مطار العريش الدولي لو من سنة ما كانتش يقدر يستهبل المساعدات أو من سنة دي ما كانتش يقدر يستهبل المساعدات لكن لأن الوضع كان في شمال سينة كان وضع صعب للغاية لكن إحنا قدرنا في يوم الأيام والسيد الرئيس يعلن شمال سينة خالية من الإرهاب وده اللي خلى مطار العريش الدولي حاليا يستقبل المساعدات ويكون وسيلة آمنة لاستقبال المساعدات وإحنا وصلنا لنطق كلمة مطار العريش الدولي أمام كافة وسيلة الإعلام لأن إحنا ضحنا بالدم وضحنا بالبلوز وضحنا بالوقت وضحنا بالكل حاجة من الشعب المصري عشان نصل لهذه المنطقة آمنة فإحنا أول حرقة دي الرمزية الأولى في منطقة شمال سينة منطقة آمنة ومطار العريش الدولي منطقة آمنة ثاني حاجة الطيارات تواصل القدوم لمطار العريش أنا تبعت وصول طيارات من الإمارات من الأردن من تركيا وكمان في دول من دول أرسلت مرتين كمان مساعدات كل المساعدات دي في لحظة واحدة يمكن أن تحول إلى غزة حينما تؤمن القصة بالكامل لأن وسيل خارجية المصري كان في حديثه مع وسائل الإعلام العالمية السين إن أتذكر كان بيتحدث إن الجانب الإسرائيلي بيضرب معبر رفح من جهة الفلسطينيين لأن نازم ودايما نحب نذكر المصريين معنا إن رفح فيه رفح فلسطينية أو رفح مصرية فالجانب الإسرائيلي بيضرب رفح ناحية فلسطين عشان المساعدات دي ما تدخلش فإحنا محتاجين إن المساعدات دي اللي موجودة حاليا في مطار العريش بقرار واحد من الأمم المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي إن يتوقف عن عملية الضرب دي المساعدات دي كلها تدخل في قطاع غزة إحنا مش محتاجين الفلسطينيين يجوا النحية الثانية من رفح إحنا محتاجين المساعدات دي هي اللي تدخل لهم لأن فيه نقطة مصلية جدا في مجلس الأمن القومي اللي ذكر في البيان بتاعه إن أمن مصر القومي خط أهم والقضية الفلسطينية على أرض فلسطين يعني إحنا كل فلسطيني ندعمه على أرض فلسطين وموقفين معالي النهاية وبكل اللي عندنا سواحية كريمة حالف الوطني أي مصار ممكن ندعمه به لكن يبقى الفلسطيني على أرض فلسطين لأدفاع عن قضيته وهذا هو جزء من أمن مصر القومي إحنا مش بنتكلم على عملية تصفية للقضية الفلسطينية زي ما عايز الإحتلال الإسرائيلي إن يتفضي غزة والناس دي تبدأ تدور على أطراف أخرى تبدأ تقعد عندها إحنا في مجلس أمن القوم المصري أكدنا على أن أمن القوم المصري خط أحمر ولابد أن يستوع بذلك الصديق والعدو وإحنا بندعم التلسطينيين لآخر نفس زي ما بيقولوا وكل ما لدينا من المؤسسات الوطنية عشان نوصل له المساعدات دي ونفضل المستمرين في ما بعد كمان لأن العملية دمردن هتكتلاك كمان عملية أعادة مكابلين في القصة دي المساعدات موجودة ونطمح أن الدول كلها تستوعب وما ينظروا للموضوع النظر أو أحدية ولا يأخذوا ضبط الاحتلال الإسرائيلي فقط دبقا لتوجهات الإدارة الأمريكية احنا محتاجين بالفعل أن الكل يتكاد عشان المساعدات دي تدخل من مطار العريش الدولي في شمال سينا إلى مدينة رفع البلسطينية ومنها إلى باقي موض القطاع غزة إلى مدينة غزة وخان يونس وباقي الموض زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع ومسؤول الملاف العسكرية بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شاكل لحظيك جدا والسادة المتابعين كمان شكرا موصول لحضراتكم بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا منا يفيا وإلى اللقاء